إلى ذلك وبحضور الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية بالشارقة استقبلت الجامعة وفد إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة للاطلاع على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا ومناقشة تفعيل الأنشطة والفعاليات وفق أعلى المعايير التي تحفظ سلامة وأمن أسرة الجامعة التذام تام وحرص غير متناهي نابع من المسؤولية المجتمعية والأكاديمية أخذته على عاتقها الجامعة القاسمية بالشارقة منذ بدايات تفشي جائحة كورونا ليكون من أولوياتها سلامة الطلب والكادر التعليمي لتصبح بذلك الجامعة محط اهتمام من قبل إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة والتي حرصت على الاطلاع على تجربة الجامعة ودليل السياسات والإجراءات المطبقة قبل أن تناقش خططها في تفعيل الأنشطة والفعاليات وفق أعلى المعايير حفاظا على سلامة وأمن أسرة الجامعة اكتهدنا قدر الطاقة على تطبيق كل الإجراءات والاحترازات التي وجهتنا بها الدولة وجهاتها المختلفة وننتظر اليوم المزيد من الرؤى والأفكار من اللجنة المؤقرة التي شرفت الجامعة بأن تزورنا اليوم لكي نضيف إلى ما عندنا من ضوابط تحرص من خلالها على المحافظة على أبنائنا وبناتنا في الجامعة القاسمية الجامعة اليوم تهتم بشكل كبير بالجانب الوقائي وضعت هناك بعض الإجراءات ودربت عليها حتى الطلبة هناك التزام تام وحتى نشير إلى القراءات الأرقام من عضو اللجنة التنفيذية المتمثلة في إدارة الطب الوقائي أن هناك الأرقام في تناقص في الجامعة بالذات والرقم غير مخيف لا شك أن الجائحة عالمية وتضرب العالم أجمع ولكن ما دام الالتزام بالإجراءات من قبل الجهة وأيضا المستفيد منها والمجتمع ومجتمع الجامعة دائمة الطلبة الدارسين والهيئة التدريسية بعد ذلك اصطحب مدير الجامعة القاسمية وفد إدارة الطوارئ والأزمات والتوارث في جولة شملت كافة مرافق الجامعة تعرفوا من خلالها على الإجراءات المطبقة لإحماية أسرة الجامعة من تداعيات فيروس كوفيد 19 والتي راعت تطبيقها وفق أعلى المعايير اللازمة استنادا إلى كافة التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة الجامعة القاسمية مثال يحتذا به بسرعة استجابتها لتطبيق الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقائية من خلال تفعيل برامج توعوية مستمرة للطلبة لضمان سلامتهم هذا ما لمسته لجنة الطوارئ والأزمات في الشارقة لأخبار الدار هدى سالم الجامعة القاسمية